اهلا بكم يا اصدقائي على مدى قرون لعبت الملايين من ادوار الشطرنج ولكن عندما اجتمع الخبراء واختاروا اجمل مئة دور من الشطرنج كانت هذه السلسلة التي استعرض فيها اروع مئة دور لعبت على مدى تاريخ الشطرنج بين ابطال العالم الموهوبين وربما لاعب الشطرنج المغمورين لنستفيد ونتعلم ان الشطرنج بحر بلا شطان مع جراند ماستر الفرنسي اللامع بشدة مكسيم فاشير لغراف وهذا الدور هو عبارة عن قصة مثيرة بعنوان الرخ الزومبي والسؤال هو هل يستطيع الرخ بعد ان فارق الحياة ان يعود اليها مرة اخرى بل ويكون هو البطل الاكبر في هذه القصة ولكن ماذا عن البطل الاخر اجراند ماستر الروسي اليكزاندر موروزويتش الذي لعب دور البطولة في النصف الاول من الدور وحاصر الفرنسي في معسكرو الملك لا يستطيع الحركة بينما القطع البيضاء تستعد القضاء ان هذا الدور اخذ المركز الثاني في افضل ادوار العشرية الاولى من القرن واحد وعشرين فهل يستحق؟ لقد استحقها بسبب لقلة الفرنسي القادمة موروزويتش بالابيض وبدأ اي فور ولفرش وعمره تسعتاشر سنة يلعب بالاسود وبدأ الدفاع السقلي الدفاع السقلي مفتوح بيبدأ هجوم في جناح الملك وطالب الجي فايف بيمنع المربع تاسل لونج والحصان تراجع الملك على نفس العمود مع الوزير وهنا التكملة المعروفة هي البيشوب طالب الوزير والاسود بيقدم البيدأ بشوكة للفيل والحصان لكن الفيل بيتراجع رابط البيدأ على الوزير ولكن مورزويتش بدلا من تحريك الفيل حرك الحصان لنفس المربع ودي كانت نقلة جديدة أربكة فاشير جدا لأن بعد اي فايف بشوكة للقطعتين مورزويتش لعب نايت اي سيكس بيضحي بالحصان وطالب الوزير ولابد من الأغز وأخذ بالحصان بنفس التهديد والوزير ذهب للاي فايف طالب ياخد على الاي تو وكوين اي وان شك ميت ولكن مورزويتش تجاهل التهديد وأخذ على الاي فايف بيدعم الحصان وبيطرق بيدا الاي تو اللي أخذه الاسود طالب المات كوين دي سيدي بيعمل مربع حروب للملك طالب النايت سي 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 وحيفوز بالرخ ووجد أن أفضل النقلة الاسود هي لعب الاي فور لكن فاشير لعب النقلة الضعيفة كينج اف سيبن بدل من الاي فور والنقلة دي أدخلت للملك في مشاكل كثيرة والأبيض بدأ هجومه بشي فايف طالب الحصان وفاشير أخذ بيدا دي فايف اللي كان بيدعم الحصان وللوقت الملك طالب الحصان ولو الأبيض أخذ حياخذ بالوزير وبعد الأغذ حيفوز بالحصان ومزال متفوق بقطعة ولذلك بيشوب اكش سري بيحمي الحصان وللوقت طالب الحصان الاسود اللي أخذ الفيل طالب الرخ ومن هنا بدأ مورزوفيتش التقلق بناية دي ايت الابيض بياخد الفيل وبيشف كش للملك والملك لازم ياخد وهده كوين دي سفن تشك كينجي بي ايت حيدي الكش بالوزير كينجي بي سفن روكي دي سفن تشك هتنهي حتنهي الموقف ولذلك الملك ذهب للاي سفن وهنا الابيض استطيع الفوز باخذ الحصان طالب الكوين دي سيك ستشك ولابد من اقت الحصان الابيض ومنصر لنفس التفريع السابق ولكن مورزوفيتش لم يرى هذه النقلة وكمل بالنقلة التي تبدو قوية نايت سي سيك ستشك والملك ذهب للأف سفن وهنا جاءت جي سيك ستشك والملك تراجع جي ايت وبكده الملك اصبح قسير وكذلك الرخ حبيس وجاءت الفرصة لمورزوفيتش للفوز ولكن اولا اخذ الحصان والفيل والرخ طلبين الحصان الاسود اللي كمل بيشوب سي فايف بيعمل مربع حروب للملك وطالب الوزير والوزير ذهب للأيفور والحصان ما زال مطلوب ولذلك تراجع للأف ايت ومرة اخرى الملك حبيس لكن الحصان مستعد للتضحية على الجي سيكس لكن مورزوفيتش زود في الامه بروك دي ايت بيربط الحصان على الملك ودلوقتي طالب ياخد بيدة ال ايفايف طالب الفيل وكذلك طالب البيشوب اي سيكس تشيك بشوكة للملك والوزير والحصان لا يستطيع الاخص لانه ايضا مربوط والاسود تكمل بيشوب بي سيفن بيعبق الفيل وطالب الروخ وكذلك بيربط الحصان على الوزير وفي الدور مورزوفيتش اخذ الرخ لكن كان لديه نقلة فائزة درجة الصعوبة تمانية مورزوفيتش كان يستطيع الفوز بأخذ الحصان بتشيك ورغم ان فيه ثلاث قطع تاخد الرخ الا ان كلها خاسرة فلو اخذ بالرخ ابيض حيفوز بأخذ البيد طالب الفيل وطالب البيشوب اي سيكس تشيك ليس فقط لأفوز بالوزير بل ليعطي تشيك ميت للملك بينما اذا اخذ بالفيل الابيض حيفوز ايضا بكوين اي فايف بنفس التهديدات السابقة اخيرا اذا اخذ بالملك الابيض حياخد طالب الفيل وافضل نقلة الاسود هي اغز الحصان وبعد الاخز بتشيك الملك اذا ذهب للا اي ايد حياخد الفيل بتشيك بشوكة للملك والرخ ويفوز ولذلك لابد من الزهاب للجي ايت لكن دي ايضا لن تنقظه لانه حياخد الفيل طالب الرخ بتشيك ميت وايضا طالب البيشوك اي سيكس تشيك ولا جدوى من المقاومة ولكن مرزوك مرزوك ما اخدش الحصان بتشيك وقال بعد الدور انه شاف هذه النقلة ولكن لم يلعبها لانه لم يتوقع نقلة فاشير القادمة ولذلك اكتفى باخز الرخ على اساس ان بعد الاخز لعب جي 5 بيحمي البيدة واصبح متهيئ لاخز البيدة وانهاء الدور وده الموقف اللي شاهدناه في مقدمة الفيديو لكن هنا فاشير فاجئ الجميع بنقلة ليست في الحسبان ضربة الصعوبة 10 فاشير لعب الرج H7 بيضح بالرخ على اساس ايجاد مربع هروب للملك بما انه متقدم بقطعة فلا يهم لو الابيض اخد الرخ فحيذهب للH8 والملك اصبح في امان بل ان الابيض بيواجن الصعوبات فحصانه مربوط بالفيل والاسود ايضا بيهدد بكوين A1 ويفوز بالرخ لكن على اي حال حتى في هذا الموقف الابيض افضل ولكن الفوز اصبح بعيد المنال ولذلك ما اخدش الرخ وقبل ما نكمل عاوزين نقول ان بعد هذه النقلة الدور انقلب رأسا على عقب فالاسود من هنا زادت اماله ليس في التعادل بل ايضا في الفوز على اي حال الابيض الابيض بيهدد بكوين A1 ويفوز بالرخ وبعده الفيل ولذلك رخ A1 والاسود بدأ في تصفية الموقف ببيشوب C6 كلما قطعة بتختفي من الرؤعة بتظهر اهمية التفوق المادي للاسود بقطعة وبعد الاخص طالب الفيل لعب بيشوب D4 طالب ياخد على البيتو بتشك والاسود اصبح في موقف هجومي ولذلك كينج D2 والاسود فاز ببيدأ طالب كوين C3 تشك ولابد من تكسير الوزيرين وحياخد بالفيل بتشك ويفوز ايضا بفرق والاسود في طريقه للفوز ولذلك كوين C4 تشك كينج H8 وبكده الرخ اصبح رهين المحبسين البيدأ والملك كينج D3 وغشير بدأ في انعاش اماله بA5 وبيبدأ تهديدات بترقية البياد وافضل نقلة الابيض هي لعب F4 والتخلص من بيدأ E5 وبكده الفيل يصبح غير محمي ولكن كم كوين C8 وهنا لعب B4 البيدأ في طريقه لمربع الترقية ولابد من اخذه وهنا الاسود لا يستطيع اخذ البيدأ وإلا حياخد الحصان بتشك ولذلك لعب النقلة الرائعة A4 طالب يفوز ببيدأ والابيض لو اخذ حيلعب كوين D4 طالب الرخ بتشك وطالب الكش بالكشف والاسود في طريقه للفوز ولذلك حمى البيدأ كوين بيفور مازال بيحمي الحصان وطالب الكش بالكشف والابيض اقتنع بالتعادل بكوين C4 طالب تكسير الوزيرين لكن الاسود رفض وكمل كوين ب7 وغطى بالوزير طالب التكسير لكن عاد مرة اخرى والابيض عاد ايضا والاسود غير لكوين D2 طالب كوين سري تشك ويفوز بالبيدأ بالتشك ويفوز بالفيل ولذلك بيشوب جيفور بيحمي البيدأ وفشير بدأ مسيرته الفائزة بأي سري طالب ترقية البيدأ والفيل بيحمي مربع الترقية والابيض بيهاجم بيأس بكوين F7 طالب الحصان بالتشك ميت لكن الاسود تكمل كوين سي تشك كين جي دي فايف كوين سي فايف تشك كيش وفي نفس الوقت بيحمي الحصان والملك ذهب للدي فايف وهنا قدم البيدأ طالب الرخ وطالب الترقية وبعد هذه النقلة لابد أن يفوز بقطعة والأبيد والأبيد اختار روك C1 طالب الوزير والوزير لا يستطيع أخذ الرخ وإلا حياخد الحصان بالتشك ميت ولذلك رأى الوزير والأبيض أخذ على C5 والاسود أخذ بالفيل وبيحمل حصان وأصبح حاليا متفوق بقطعتين كاملتين لكن رخه مازال حبيس والأبيض لا يستطيع اقتراب من الرخ وإلا حيتلقى المات بكوين D4 والنقلة الوحيدة هي F5 وكوين F4 H ميت لأن الحصان بيحاصر الملك ولذلك الوزير تراجع للD5 وهنا جاءت اللحظة الحاسمة بكوين E1 كينج D3 كوين D1 كينج C4 كوين D5 كينج D5 وبكده أصبح للأسود تلت قطع أمام قطعة واحدة وبشير هنا يستطيع الفوز بنقلة مختفية درجة الصعوبة 9 فشير يستطيع الفوز بتضحية الحصان ويتخلص من البيضة المشكلة على أساس أن بعد الأغذ طالب الرخ وطالب الفيل الأسود عنده النقلة السحرية الفائزة H5 طالب الفيل والأبيض لو أخد الرخ أو أخد الفيل حياخد الفيل طالب ياخد على F3 ويرقي البيضة والأبيض لا يستطيع السيطرة على البيضة مع تكملة أخذ القطعة السوداء في نفس الوقت والأسود له قطعة زائدة ويفوز بسهولة ولكن بشير لم يرى هذه التضحية وتراجع بالفيل وبالطبع الأبيض ليس في مصلحته أخذ الرخ وإلا حيحرر الملك والأسود له قطعة زائدة ويفوز ولذلك أكمل بشوب F5 بيمنع النقلة الفائزة بتضحية الحصان وبيحمي البيضة وهنا الأسود بدأ في التقلق بكينج جيئت أخيرا الرخ أصبح له مربع آمن وزي ما قلنا الأبيض لو أخذ الرخ حياخد بالحصان والأسود له قطعة زائدة مع بياد ويفوز ولذلك اكتفى بأخذ البيضة والرخ أخيرا عادت للحياة ومن هنا جاءت مسمى الرخ الزومبي فالرخ عاد للحياة بعد مواد لكن الملك مازال أسير لأن البيضة بيمنع تحركه والحصان والحصان أيضا أسير لأن الفيل بيمنع تحركه أي أن الفيل بيسيطر على ثلاث قطع سوداء وبعد كينجي دي فايف فاشير أكمل مهمته التحررية بنقلة درجة الصعوبة ثمانية فاشير لعب نايت F7 بيحرر الملك نهائيا لكن بيضحي بالحصان والأبيض لا يستطيع غير الأغذ بتشك والملك ذهب محررا إلى F7 وبالتالي الرخ أصبحت حرة ولكن بالتحرك على الصف فقط وإلا البيض يرقي والأبيض بدأ مجددا في حبس الرخ ببيشوب جي سيكس كينج F6 F4 بيشوب C1 طالب البيض والبيض ذهب للF5 وأصبح الأبيض متعلق بهذا التكوين الفيل بيحمي البيادق وبيمنع الرخ من التحرك سوى على الصف وإلا يرقي وفي نفس الوقت مانع البيادق السوداء من التحرك ودلوقتي أصبحت خطة الأسود أكبار الفيل على التحرك وهنا يستطيع لعب الجي فايف وتحرير الرخ نهائيا كما سنرى وحنستعرض النقلات القادمة سريعا بيشوب دي كينج دي سيكس بيشوب اي وان كينج دي سافن بيشوب بي فور كينج سي سافن كينج اي فايف دي سيكس بيشوب سري سي 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 دي فور سي 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 سري كينج دي سيفن كينج بي فور كينج دي سي وهنا اخذ البي دي بتشيك كينج دي فايف بيشوب بي تو بيبدأ في حصار الملك كينج دي سي بيشوب اف سي بيحاصر الملك مرة اخرى سي فايف كينج سي سري بياخد المقابلة وبيحرم الملك من التقدم كينج دي سي كينج دي فور مرة اخرى المقابلة كينج سي سي وهنا جاءت روك دي ات والرخ عاد مرة اخرى للحياة لمحاصرة الملك لكن مازال ملتزم بالصف التامن كينج بي سي كينج دي فايف كينج سي سي كينج سي فايف وهنا جاءت اللحظة الحاسمة فالملك اذا ذهب للبي سيفن حيلعب البيشوب اي فايف والملك لابد ان يسقط في شبكة المات ولذلك مضطر اللعب بيشوب اف سيفن وبيهدد ببيشوب بي ايت ويحجز الرخ عن الصف ويرقي لكن هنا جاءت النقلة المنتظرة جي فايف والفيل اصبح بيحمي مربع الترقية بل والبي دق في طريقه الى الترقية ايضا والابيض ليس امامه غير اخذ البيد بالمرور لكن البياد لا تستطيع التقدم لوجود الفيل والرخ اكتسب حريته ويستطيع التحرك على العمود وعلى الصف ولذلك لعب روك دي ايت بيحاصر الملك والملك اذا ذهب للبي سيفن او تراجع للصف الاخير حيتم محاصرته في شبكة المات ولذلك حرك الفيل لكن هنا الاسود تمكن ببيشوب اي فايف والملك اصبح تحت طقيرة الكش بالكش والرخ بيهدد باخذ البيد بكش ويفوز ولذلك لابد من الذهاب للبي سيفن وبكده روك بي سيكس تشك كينج سي ايت وهنا جاءت كينج دي سيكس والملك تمت محاصرته وبيهدد بكينج اي سيفن طالب الفيل وفي نفس الوقت بيهدد بروك بي ايت تشك ميت ولذلك مورزوفيتش سلم بعد مرسون طويل كان هو متسيد في النصف الاول لكن هذه النقلة المزهلة قلبت الموازين رأسا على عقل ولذلك الدور يستحق الدخول في التاريخ والفوز بجائزة الجمال الاولى واذا اعجبك هذا الفيديو من فضلك سجل اعجابك واشترك في القناة وشارك بتعليقاتك ترجمة نانسي قنقر